ليس للسياسي في العراق سوى بيته وبيته الحوار وعماد بيته الحوار وليس للسياسي سوى أن يذهب للحوار لغة وفعلا ووطنية وبغداد في أمس الحاجة لحوارا وطني جامع يفك لغز الوتر السياسي المعقد ومن رحم مؤسسة التشريع يتقن السياسيون قراءة اللغة الحوارية الوطنية بين الأقطاب المتنافرة يجتمعون فيها على فهم لغة القانون والدستور وهنا يتحدث رئيس مجلس نواب محمد الحلبوسي بعشر نقاط كأنها وصايا للاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة وهو يشترط مجازا أن الحوار من دونها لن يمضي أو لن يتحقق وعلى رأس تلك النقاط طالب الحلبوسي بتحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة ومجالس المحافظات في موعد أقصى نهاية العام المقبل وتحقيق مسألة انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية منتفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب والقوى السياسية إعادة تفسير المادة السادسة والسبعين من الدستور والتي تعنى بالكتلة الأكثر عددا والتي تخص تكليف رئيس الوزراء بصورة مباشرة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبقاء قانون الانتخابات لمجلس النواب أو تعديله بالإضافة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب المادة الثانية والتسعين من الدستور وطلب الحلبوسي بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة بيان الحلبوسي أشار إلى نقطة العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن كما نبه إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز إذن هي عشر نقاط لطي صفحة الخلاف والجلوس على مسافة متساوية تعيد لبيت العراق السياسي ميزانه القانوني موسيقى